مرحبا معكم دكتور طلال نحلاوي أساس مساعدة في قصة مدعوات الأسنان يوم محاضرتنا ستكون عبارة عن Light Curing System for Dental Composite لما نرحي على Light Curing أو نقول نحنا هذا السن أو هاي الترميم هو Light Cured Material هذا معناها أنه في عنا شيء Non Light Cured إذا نرجع للهيستوري نعرف نحنا كنا قبل ما كان عنا شيء اسمه Visible Light Cure كان كله عبارة عن Selfie Cure Composite طيب ليش طلع عندي Light Cure دائما عندما يطلع أي تقنية جديدة هو بسبب أنه عندنا التقنية الأديمة قد يكون فيها قليل فإذا نرجع قليل ونرى Selfie Cured Composite لنعرف أننا المحافظات تسمعها في Benzo-Wheel-Bearupside والتيرتري أمين مشاكل Light Cured or Selfie Cured Composite لأنه فيه بوروستي لما نحن نمزج معجونين يا جماعة لأنه يصير عندي Air Bubbles Trapping جوات الكمبوزيت يعني يصير عنده بوروستي من الداخل بلاس أنه عندي Limited Working Time أنت محصور بوقت معين بين تمزج المادة والطبقة بالسن وبالإضافة أنه محافظ التماسل هو Benzo-Bearupside محساس للحرارة والتالي لازم دائما لما ننخزن هذه الكمبوزيتات ونخزنها في البراء بالمقابل له Advantage كمان أنه يعمل Slow Polymerization الصدمة التقلصية الفجائية التي تصير بال Light Cure Composite ما لا موجود يهون إنه يصير عندنا Slow Polymerization نقطة ثانية ما عندي Limited Dips of Cure عندما كان ثخان المادة المرمية فيها تتصلب لأنه هي Auto Cured or Selfie Cured النقطة الثالثة ممكن نستخدم فيها ألوان فاتحة جدا لأنه كلنا نعرف أنه بظهر أو هلا سنشوف كيف أنه أهم محفز دماثر هو كمفر كيلون للون الأصفل طب أيضا التاريخ لزهور طبعا ظهرت بنتيجة هال دروباكس على ال Selfie Cure ظهرت عندي Light Cure Light Cure ظهرت ب1970 بالهالوجين light أو أخرى بال Ultraviolet طلع له مشاكل محدودات عم قطة صلب تأثيره على البشرة انتقلنا لل Visible Light المرئي الذي كان الهالوجين في 1972 بعدين Argon Laser بلازما آر بعدين بالألفين ظهرت الأجيال المختلفة لLED أو Light Emitting Diodes جيل الأول جيل الثاني جيل الثالث سنتعرف عليهم إن شاء الله قدر الإمكان عندما نقول Visible Light Cure ما هي أفضل Wavelength أو طول موجه مناسب لتصريب حشوات ال Composite نحن نظر على هذا كان يقوله Visible Light White Light ضوء أبيض بس لما نحن نضع نحن نضع ضوء أزرق الفكرة أنه كان بس ضوء أبيض اللي هو الحزمة الكبيرة اللي هي الخطسة ما بين 380-780-780 720 نانومتر هي طيف الضوء المرئي اللي إذا حطيناه بموشور يتحلل لسبعة ألوان فبتصير عنده فلترة مناخد لون أزرق لا نحباً في اللون الأزرق لا نحباً في اللون الأزرق لكن المادة المستخدمة كمحفز تماسر جوات مع عاجين ال Composite ضوءيط التصلب اسم الكامفر كينون تتحسس لطول موجه بحدود ال 470 نانومتر إذا يتطلع على طوف طيف الضوء المرئي يجب أن 470 نانومتر هو يتوافق مع طيف الضوء الأزرق والذي الضوء الأزرق هو المناسب ل بل مرة ال Composite التي تحتوي على كامفر كيمون وهو معظم أنواع ال Composite إذن هذا الضوء يأتي على المونومتر المونومتر هو وحيد التماسر فهو يحوله إلى زرات نشطة جزر حر هذا الجزر حر يذهب بهاجم بقية الجزر الحرة ويكسر الدبل بونت وبالتالي تصير المونومتر هو أيضاً جزر حر وهكذا تستمر العملية التفاعلية ويصير عندي ويصير عندي ويصير عندي ويصير عندي الشبكة التملمورية هذا يؤدي إلى حدوث ما يدعى بال بالبوليمراليزيز يعني لما يتجمع فهو يلحجب وبالتالي يصير عندي تقلص تصلولي درجة التحول أو درجة التحول أو درجة التحول تصليط ضوء عليه في أحسن الحالة يمكن أن يصل إلى 50% 60% من درجة التحول لكن درجة التحول لاحظ أن تستمر مع مرور الوقت فمثلا بعض الدراسات خلال أول 15 دقيقة يصير عندي التحول عالي بعض الدراسات خلال 24 ساعة يكون التحول العالي لذلك بدأت تظهر أصوات لا يمكننا أن نأجل انهاء التلميع أكثر للجلسة الجادة وستطيع أن أخذ قسامة وصلابة أكثر للمادية طبعا أثناء البلمرة المونوميرات الحرة غير متفاعلة ما يحدث فيها؟ أو تصبح تطرح بالفم أو تنحجز ضمن عيون الشبكة البوليميرية وفي منها يكمل بلمرة مع مرور الوقت سبع حكينا على هذا الموضوع أنه عندما أصلي بالكومبوزيت فالكومبوزيت قارنه قبل التصليب مع بعض التصليب فهو لونه يفتح والسبب أنه تخرب مكون الكامفر كيمون من أجل حدوث البلمرة فبالتالي يروح للون الأصفر فبالتالي يصبح عندي الكمبوزيت لونه أفتح بشكل قليل مقارنة مع قبل التصليب طبعا مقارنة مع استعمال السريري مع استعمال السريري سيتلون هذا الشيء معه ننتهي لنقطة هي أنماط التصليب الضوئي أنماط التصليب الضوئي أو أنا بعطي شدة ضوئية مستمرة مع مرور الوقت هي مسميها أو بعطي ما اسمه يعني يبدأ بشدة ضوئية قليلة و تزيد تدريجيها ماذا فكرة إذا أريد أن أظهر على هذا المخطط سأجد أن الكمبوزيت من المونومير تحوله إلى البوليمير مجرد محطي الضوء يبدأ يتحول من المونوميرات لبوليميرات فهو يصبح عميئ يصل إلى مطرح يصبح عندي الجيلات الجيلات صار الكمبوزيت عجين آسي بعده يصبح عندي أيضا التصلب حتى يصبح عندي مونومير لبوليمير فإذا أريد أن أصبح عندي مونومير وعندي بوليمير وعندي جيلاتين فعندي مرحلتين عندي مرحلة قبل الجيلات بريجيل فيز وعندي البوز جيل فيز بريجيل فيز كل شيء تقلص تصلب يصبح عندي بريجيل فيز ما له تأثير سريري لأنه الكمبوزيت لا يصل إلى مرحلة من القساوة يستطيع معها شد الجدران المرتبط أما بعد التهلم أو الجيلاتين أي تقلص تصلب بإحداث فهو بيؤدي إلى السترس بيلد أب وتشد الجدران طيب إذا نحن كانت نقطة البداية والنهاية نفسها يعني المونوميرات تحولت نسبتها نفسها لكن أنا خليت البريجيل فيز أكثر من البوز جيل فيز هذا شو رح يعني؟ هذا رح يعني أنه البريجيل فيز هي اللي ما بتتطور فيها السترس بيلد أب سيكون أكثر و بتالي تحرير الإجهادات بيكون أفضل ويقل التأثير السلبي هذا هو مبدأ الـ Soft Star أرجع أقول لكم إذا أضعت إيدك بماء باردة هل تدرس حرارة خمسة؟ نقلت مباشرة هل تدرس حرارة 55 هل تضعوا على إيدك؟ بينما إذا أضعتها من خمسة إلى خمسة إلى خمسة عشرين إلى خمسة عشرين إلى خمسة عشرين إلى خمسة عشرين لما تصل من خمسة عشرين إلى خمسة عشرين أو هذا الانزعج لذلك لدي نمطين نمط الـ Step منه نمط الـ Ramp الـ Step هو يكون مرحلته مرحلة أولى يتصلب بشدة مستمرة بهذه الشدة المستمرة لفترة زمنية معينة تتبعها شدة أعلى مباشرة يعني 100 ميلي واط على سنتيمتر مربع إلى مدة عشرين ثواني تتبعها مثلا 600 ميلي واط على سنتيمتر مربع إلى مدة ثلاثين ثاني حمسة عشرين أو عندي رامد يبدأ بالصفر تدريجيا خلال عشر ثواني وبإثبات فهو نمطين من أماط البلمرة إذن هذا الـ Step the Curing وهذا الـ Ramp the Curing بالنسبة إلى البلمرة هذا بحث علمي أو دراسة علمية أنا قمت فيها قديمة نوعا ما من 2004 أنا و الأستاذ دكتور سامر خدون ولأينا أنه التصليب الضويد والشدة البدئية المنخفضة أدى إلى تخفيف التصريب الحفافي على الجدار لسوي ترميمات الصف الثاني من الـ Composive وأيضا عندي نمط آخر من الـ Curing Mode غير الـ Continuous وغير الـ Soft Start عندي شيء اسمه Bulst Polymerization البلس يعني هو نبضة يعني ثانية وبيطفي ثانية وبيطفي ثانية وبيطفي ثانية وبيطفي هذا هذا منسميه البلس وفيه عندي نمطين منه البلس العادي والبلس البلس ديليل هو شكل الأشكال الـ Soft Start يعني بعطيني نبضة بعدين إيقاف بعدين تستمر بنبضة بشدة أعلى وهذا يسميه Soft Start البلس كورينج يساعدني كثيرا بتخفيف Heat Accumulation لان احنا بنعرف أنه ممكن يصير عندي ارتفاع درجة حرارة أثناء تبلمره فنتيجة الحرارة المنبسقة من رأس جهاز تصدير ضوئي وأيضا نتيجة الحرارة الناشئة عن التفاعل تبلمره بحد ذاته فعنا شيء اسمه البلس كورينج البلمره بالنبضية من استخدامات البلس كورينج هو الصاق الوجوهي الـ Composite الصاق الوجوهي الـ Composite لما يكون الفينير كثير رئيء خوفا ما أنه الإجهادات التقلصية للـ Reason Sement تتأدي أن تصدير أو تصدير أو تصدير ضمن وجوه الـ Composite إذا هذا البلس له هي نبضة إيقاف زمن ونبضة أخرى وهو شكل الأشكال Soft Star وهي دراسات أكد على فائتها فيما يتعلق بالعلاقة الحفافية لدي بعض المصطلحات يجب أن تتعرف عليها العلاقة بالتصديب الضوية لدينا شيء اسمه SR أو Spectrum Requirements For Photoblimarization يعني هذا الـ Composite شو بده طيف دول موجة لحتى يتبلمر فبيجيب لك والله SR هذا بده 460-470 هذا لأنه فيه كان فرقينهم لحتى يتبلمر في عنا SE إذا الـ SR قديش بده الـ Composite ضوء الـ SE قديمه بس الجهاز Spectral Emission وبيجيب لك والله الجهاز هالوجين بس بين 400-500 في عندي الـ BD اللي هي استطاعة ميلي واطع سنتمتر مربع في عندي الـ Energy Density اللي حاصل Power Density ضربا بزمن تصليم طب تطلع بجول على سنتمتر مربع وفي عندي الـ BD اللي هي Energy Density Required for Optimum Polymerization يعني قديش بده طاقة كلية هذا الـ Composite لثخانة بـ 2 ميلي ليت بلمر مثلا والله بده 16 جول ما هو 16 جول على سنتمتر مربع هو حاصل ضرب الـ Power Density بطاقة الـ Energy اللي هي بترجع الـ Energy Density اللي هي حاصل ضرب الشدة بالزمن اوكي فايزا منطلع هي الـ Energy Density Required for Optimum Polymerization في عندي الـ EAS اللي يعني كيف هل عم تطبقها هل عم تطبقها بالـ Soft Start Mode هل عم تطبقها بالـ Continuous Mode هل عم تطبقها بالـ Balz Mode فايزا هاي مصطلحات كثير مهمة ولازم تعرفوها ننتقل بعدين على العوامل اللي بتأثر على التصليب الضوئي اهم عامل العوامل هو شدة تصليب الضوئي شدة التصليب الضوئي يجب ما كانت قال من هيك ممكن الطبقة السطحية تتبلمر لكن الداخل ما يتبلمر طبعا في عندي أنا خفاظ للشدة بالنسبة الاجهزة الهلوجينية العلاقة بالتعقيم للفلتر وبالعلاقة بالدرجة الفولتاج وما الاخره وتقادم رأس جهاز فاصليب الضوئي هذا كان بالاجهزة الهلوجينية لكن هلأ خفت كثير بالاجهزة الـ LED النقطة ثانية هو Tip diameter فاصليب الضوئي قطره كلما كبر كلما غطى مساحة أكبر من الـ Composite تمام؟ بس أنا عندي رؤوس نوعين عندي رأس معياري ورأس تيربو ما الفرق؟ الرأس المعياري يكون مدخله عند جهاز التصليب الضوئي يساوي مخرجه عند الـ Composite أما التيربو يكون مدخله عن جهاز التصليب الضوئي يكون أكبر من مخرجه وبالتالي في عندي تكثيف للحزمة الضوئية هذا التكثيف سيؤدي إلى رفع الشدة الضوئية للـ Composite وتدعى برؤوس التيربو سنتعرف على مشكلته أيضا بعد قليل من النسبة ما يتلوش على جهاز التصليب الضوئي هذه الأنماط على جهاز التصليب الضوئي هذا المشاهدين وهو من أحد العيادات عنا بالكلية كيف نحن مهتم منها ومغلفنا والتالي سرعا تتركوا من الـ Composite هذا سيؤدي للـ Scattering للأشعة والتالي تنخفض الشدة الضوئية وهذا ينعكس على جودة بلمرت المادة الـ Composite طبعا نحن ممكن ننظف في كتات السوسية للتنظيف الـ Maintainance للجهاز التصليب الضوئي يحسن لي أداءه بشكل جيد هذا عامل هام جدا عامل الآخر هو زمن التصيب يعني أنا شو الفائدة يكون عندي شدة عالية لكن أنا مطبق غير لثانية واحدة خير إن شاء الله ما صار شيء لذلك عندي أشيء اسمه Exposure Time As recommended by manufacturers يكون بين 20 لـ 40 ثانية وهذا أيضا يرتبط بمفهوم متكامل معه اللي هو الـ Energy Curing Energy الـ Energy Density حاصل ضرب الشدة الضوئية بزمن يعني أعطيكم مثال أنا أريد 16 جول على سنتيمتر مربع خليني بنفس المثال السابق 16 جول على سنتيمتر مربع ممكن حققا بجهاز شدة ضوئية تمامية ملي واط على سنتيمتر مربع وصلي بحشبة الـ Composite اللي بفخانة 2 ملي لمدة 20 ثانية أو بقدر أخذ 16 جول على سنتيمتر مربع اللي هي Curing Energy أو Energy Density من خلال استخدام جهاز تصليب ضوئي لنفس التخانة بشدة 400 ملي واط على سنتيمتر مربع بس لـ 40 ثانية بالحالتين لاحظوا انه بيكون المحصلة هي 16 جول على سنتيمتر مربع لذلك قلت الشدة بزود الزمان ارتفعت الشدة ممكن قلت الزمان لنضم حدود 20 إلى 40 ثانية وهي لقطة كثير مهمة وهذا الـ جول على سنتيمتر مربع بتقول لك الدراسات نحن بدنا تصليب ضوئي تصليب ضوئي 12 إلى 24 جول على سنتيمتر مربع ليتبلمر يعني انت بشتلي انا عندي 200 ملي واط على سنتيمتر مربع هاي 200 ملي واط على سنتيمتر مربع 800 ملي واط على سنتيمتر مربع بتصليب لـ 10 سوائن ماذا يبقى الجول على سنتيمتر مربع لدي 8 جول أقل من 12 وتالي هو دون الحد المطلوب والتالي ممكن يكون خواص الميكانيكا الكمبوزيت ضعيف طبعا اجهزة الليد الحديثة رفعت الشدة وتالي اختصرت الزمان بما حكنا لكن ضمن الحدود انه يكون عندي اعلى من 12 جول على سنتيمتر مربع نقطة الثالثة مهمة يعني انا صلبت بشدة ضوئية جيدة وبزمن كافي لكن ايدي بعيدة كثير عن الكمبوزيت فهو عندي كورينج ديستانس بعيدة كلمة بعد عن الكمبوزيت هو مانو ليزر والتالي ما بيستمر مع مرور المسافة انما بنخفض شدته مع مرور المسافة والتالي انا بقلل لذلك بيهتم ان يقرر بقدر ان كان الابتعاد المثالي المثالي طبعا هو افضل شيء اللي يلزاه بس هو هذا الشيء ما بيصير غالبا سريريا لكن الابتعاد المثالي ضمن حدود التطبيق السريري وانتو بشو عملكون ضمن حدود التطبيق السريري هو واحد ميلي فقط عن المادة المراد بالمرتع اخذينا بعين الاعتبار انه لما نضع الروس التصليب الضوئي على روس الحدبات احيانا تبتعد عن المادة المتبلمرة 2 ميلي ما بالك على الكمبوزيت بجدار لازم لذلك يجب استخدام الجيز تصليب ضوئي بشدة ضوئية جيدة لانه ممكن يبتعد المادة المراد بالمرتع حوالي 6-8 ميلي والتالي لازم تكون شدته عالية لانه مع مرور الزمن تنخفض هلأ روس التيربو شو مشكلتها روس التيربو تقدي لرفع شدة ضوئية عند القياس الاولي لكن مع زياد البعد تنخفض اكتر من روس الستاندرد لانه ما يركز يتبعثر اكثر قلنا قارن للدراسة ما بين عند 0-1-2-3-4-4-8 ميلي شدة ضوئية عند الصفر كانت الشدة 740 ميلي واطع سنتم مربع نفس الجهاز نضع له رأس تيربو عطاني 1128 ميلي إذا لاحظوا الزيادة عندما ركبنا جهاز تيربو نبتعد كل ما نبتعد لاحظ يخف لكن منوصل للميلي الرابع لا نلاحظ انه الستاندرد بهالدراسة صار اعلى من التيربو ما انه التيربو كان بالبداية اعلى منوصل للميلي السادس نزلت عن 300 ميلي واطع ساطر مربع لأول حد الدنيا 300 إلى 400 ميلي واطع ساطر مربع أو بالميلي الخامس لاحظ كيف هون صارت غير قابلة للتصليف لذلك ننتبه لهذا الموضوع بشكل كبير والكيرين وأكثر ننتبه لأنه يكون تيربو كيرين لايتس منشان ما أدي نتائج سلبية كيف بدي أعرف انا اذا عندي التلبة المرأة أو انخفاض الشدة مع مرور المسافة مع زيادة مسافة لهذا الرأس هو أعلى من انخفاض الشدة مع مرور المسافة بكل بساطة هو تبع الاشعة كلما كانت واسعة كلما كان هذا معناه شدة تنخفض أكثر مع مرور المسافة كلما كانت حادة أو قريبة في المكانت الشدة تحافظ أكثر فأنا ممكن أضعه على ورقة مليمتري وصلب وشوف كيف تبع صور رأس جهاز تصليب ضوئي واختار الرأس اللي بيعطيني أقل بعثرة لأنه لاحظوا مثلا هؤلاء الأليرجو سيئ جدا مقارنة مع السمارت لايت اللي بيعطيني تركيز أفضل من هذه الأجهزة نقطة رابعة وكثير مهمة صلبت بشدة جيدة ولزمن كافي وبتماس مع القدر الإمكان لكن إيدي مايلي نعسان مية إيدي إيجت عندي ترميم أملجمي حجب الضوء عن مناطق معينة وبتالي صعب عليه عملية البر أيضا من العوامل بتأثر عندي الفوتو إنيشياتورز أو المحافظات التماسر فيه عنماط مختلفة من محافظات التماسر يعني إذا كانت فيه توافقية ما بين الاس اي والاس ار فبتالي ممكن لا يتبلمر بشكل جيد البزرات المالئة المايكروفيل أصعب لأن تتبلمر لأنه تعطيني بعثرة أكتر من المايكروهايبريد مثلا الزرات الـ Shade Opacity كلما كان الكمبوزيت أغمأ كلما مرأ ضوء أقل كلما كان عمخة تصله أقل وكذلك الـ Opacity الثكنيس هي كمان تخيانة الكمبوزيت تلعب دور وحرارة الكمبوزيت كلما كان الكمبوزيت بحرارة جيدة قبل البلمرة كلما هذا أدى إلى خواص ميكانيكية جيدة القسم الثالث من محارضة في قسم الأخير هو Light Curing System أول ما ظهر هو الـ Halogen Light لكن هذا الـ Halogen Light هو عبارة عن ضوء أبيض الـ White Light يستعمل فلترة لأخذ أزرق أو عبارة عن كهرباء تمر بسلك تنجستين وتتوهج وتعطيني حرارة وتنطلق الفوتونات وتعطيني الضوء من أهم مساءه أنه يصبح الـ Degradation ويصبح اللمبة مع مرور الوقت عمر السريري قليل فتتخرب مكوناتها نتيجة الحرارة بالإضافة للحرارة الممكن تصدر عن أجلس التصليب الضوئي يمكن تكون مؤذية لللب زائد إجراءاته وصوته المزعج والمروحة كل هذا يجعل انتقال إلى أنماط التصليب الضوئي أخرى مثل بلازما أرك بلازما أرك اعتمد على استخدام غاز الزينون وبالتالي يعطيني شدة ضوئية عالية جدا بزمن قليل فبالحة تستعمل 4100 مليل واطع سنتيم مربع لمدة ثلاث ثواني هل أضربها من بعض بيطلعوا 12 جول كمعادلة جيدة وجدت الدراسات أنه كانت خواص الميكانيكية سيئة يعني بمعنى ثاني حتى لو كان عندي المعادلة أو كمية الطاقة بيأخذ الكمبوزيت هي كمية مقبولة إلا أنه يجب أن يكون هناك زمن كافي من أجل تحفيز أكبر عدد من المونوميرات من أجل إحداث الشبكة البوليميرية لذلك اختصار جديد غير جيد ممكن أن يكون مفيد أحصراحة بلساق الخاصلات التقويمية لكن فيما يتعلق فينا كمبوزيت أو كترميمات كمبوزيت سيكون خواص الميكانيكي ضعيفة لدي الليزر أرغون والليزر فلات منعرف أنه جيد لكن ضوء الموجي هو ضيئ جدا فبالتالي يجب أن يكون طوافقية جيدة جدا ما بين الضوء اللي يظهر ما بين المحفز الموجود إلا لنيتاب المر الكمبوزيت نقطة ثانية الحرارة ممكن تكون منبعي سيد ظهر أخر شيء بالألفين لايك إميتينج ديوت وهي أنصاف نواقل وهي تكنولوجي جيدة واللي هي ما بده مروحة ما في حرارة واللي عمر السريري عشرات آلاف الساعات والتالي تميزت ووزنه خفيف وما بده مروحة وطلع عند الجيل الأول ما بده فلتره فيه عدة لمبات حوالي 19 لمبة بعدين لأوا عدد لمبات يكتير وصروا بلمبة واحدة تعطيني ما بين 450 إلى 490 نانو متر وبالتالي الطيف الضوئي الموجي تبعا الليد هو ما بين 450 إلى 490 أدياء من الطيف الضوئي الموجي للهيلوجين اللي هو ما بين 4500 وبالتالي بما أنه إحنا عم نستعمل هيلوجين عم نستعمل محفز تماسر هو الكمفرقينون اللي هو بيأخذ ال470 يصيبون مي الليد ويصيبون الهيلوجين لكن الليد يصيبون بكفاءة أكثر من خلال تركيز بدون بعثرة بدون توزع لشدة ضوئية على الطيف موجي واسع والتالي انخفاضها كدليفري بالنسبة للكمفرقين ظهر عندي الوان ليد وصار يعطيني أنا تصليب جيد جدا صار عندنا مشكلة بالليد هي أنواع الكمفرقينات الألوان الفاتحة وشفافة التي تستعمل محفزات التماسر بنسبة أكبر من الكمفرقينات مثل بلوسرين بي بي دي و البي بي دي و السمين تبي او هذه المحفزات التماسر بنسبة 414 و 415 لن تكون هناك كفاءة جيدة في المرتب بالليد لذلك انتبه إذا كان عندي محفزات التماسر غير الكمفرقينات أقل من 450 ميلي واط الاس ار تبعها الاسفاكترا التالي لازم صليب بالهيلوجين أو بنت ايه للتطور الأخير الذي ظهر عنه هو الجيل التالي لذلك رأيكم الهيلوجين يغطي طيف أوسع الليد يغطي طيف أدية لكن ما دام نستهدف من غطي أما البي بي دي لا يصيبه الهيلوجين إلا اللهم إذا استعملنا الجيل التالي الجيل التالي يستعمل عدة أنواع من اللمبات مثال الترالون 5 اللي هو الجهاز يعطيني لمبة مركزية من الجيل التالي و لمبات محيطية لا تعطيني الطيف الذي لا يغطي الليد والتالي صار عندي رجع الطيف يغطى من حوالي 400-500 وأصبح يصيب مساحة واسعة من محافظات التماسل المتعددة وأصبح يصلي إذا للتغلب على مشاكل الليد يمكن أن نذهب إلى الجيل التالت وما فوق أو نلجأ إلى الهيلوجين باللاتيكورين الضوء يجب عدم نظره بشكل مباشر شبكية العين يؤدي إلى شيخوخة مبكرة في الريتنا في الشبكية نحن بمغنى عن ذلك نحط النظارات الواقية ونطلع عن طريق الفلتر نلبس كفوف لا يوجد داعي أيضا استصيب ضوئي يأتي على الدراسات أن هناك تسطح بالغيشاء القاعدة خلال 14 يوم يزول لا يوجد داعي أن ندخل بهذا الشيء يؤثر على الريتنا يؤثر على الجنجمة يؤثر على الاسكن ننتبه إلى حالنا بشكل كبير موضوع مافيا لا يوجد أي استهتار أتمنى تكون وصلة الفكرة في ما يتعلق بأجلس التصليب الضوئي يتحدث عن فكرة تصليب الضوئي بشكل عام ويتحدث عن أماط التصليب الضوئي ويتحدث عن أجلال التصليب الضوئي أتمنى تكون وصلة الفكرة هام جدا هذا الموضوع وأراكم بمحاضرات قادمة ويـاتصجحs إلى محاضرات قبل اشتركوا في القناة